أمام أحدى المطاحن الكبرى في المدخل الجنوبي للعاصمة التونسية تصطف شاحنات نقل الطحين في انتظار دورها لشحن مادة الدقيق المفقودة في السوق التونسية الكل هنا ينتظر دوره ساعات تيوان يومياً من الثمانية متاع الصباح للماضي ثلاثة عشرية ساعة للأربعة نستنعوا في الفارن أصحاب المخابز العصرية بدورهم يشتكون نقص الطحين والزيت لصناعة الخبز سوفيان صاحب مخبزة يؤكد لنا أن المخزون المتوفر لديه يكفيه ليوم واحد فقط يؤكد الناشطون في قطاع صناعة الخبز والمعجنات أن نقص المواد اللازمة يعود إلى وقف توريدها بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتزيد من نقص المواد الاسهلاكية الأساسية في الأسواق نقص يعمق حدته غلاء الأسعار والاحتكار الذين أرهق جيوب التونسيين في شهر رمضان تقضي السيدة فاطمة الساعات التوال بين أسواق منطقة لفايات بحثاً عن أسعار أرخص لما تقتنيه من مستلزمات دون جدوة تعمل منظمة الدفاع عن المستهلك بالتعاون مع وزارة التجارة للحد من مظاهر الاحتكار والترفيع في الأسعار خاصة مع شهر رمضان وقد رصدت في هذا الإطار أكثر من ألف تجاوز خلال يومين فقط يزم أن تابعوا الرقابة المتتالية حتى نقضي تماماً على كل هذه الثقافة ورغم تطمين السلطات بتوفير كل المواد مستقبلاً كشفت بعض الإحصائيات عن تراجع الاستهلاك لدى التونسيين مع بداية رمضان بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي وليد عبدالله العربية تونس تونس